طبعا انت لسه جايب صفقتين من العيار الحلو كده اللي هو مروان حمدي المهاجم بتاع مصر المقصة وسيف الدين الجزالي المهاجم بتاع المقاولين العرب عشان تعوض بيهم مصطفى محمد اللي انتقل الى نادي جاناة اسرائي التركي وكل الامنيات كل والله العظيم كل الامنيات القلبية لمصطفى انه يتقلق وتبقى محطة التركية دي محطة قصيرة ينطلق بعدها من الترانزيت ده على اوروبا ان شاء الله بقى فرنسا ولا اسبانيا ولا انجلترا مصطفى محمد في رأي امكانياته لا تقل عن امكانيات راس حربة من رؤوس الحربة اللي ملعبه في اكبر واهم الاندية الاوروبية ما يقلش ابدا جاب جوني النهاردة مصطفى محمد طب هاي انا ما اتبعتش المباراة النهاردة كان فيه دربي تركي ما بين جاناة السراي ونادي باشاك شهير وجاناة السراي كسب وقالولي دلوقتي انه مصطفى محمد احرز هدف وانحاول دلوقتي حاولوا جيبولنا الجومل على اليوتيوب نبص عليه لو عرفنا نبص عليه دي يعني بداية ولا اروع وانفراجة ممتازة وحلوة اوي لما مهاجم يسافر النهاردة الصبح يجيب جوني العصر حاجة حلوة اوي حاجة حلوة اوي لدخوله واستقبال الجماهير ليه المهاجم اللي جاي لنا لسه ما سخنش لسه ما عادش عالدكة وجاب لنا جون وكان سبب في انتصارنا فده يفتح الباب ويديلوا فيزي الدخول قلوب الجماهير في جنة سرايو مهم اوي الدعم الجماهير لأي محترف جديد خصوصا لما يكون بيلعب لأول مرة خارج بلده لكن نرجع تاني نقفل القصة بتاعت زمانكم المحلة ما تشيكوا ما دخلش لسفن الدين الجزيري ولا مرور حمدي في القايمة بتاعت المباراة النهاردة حيتقولولي يا تامر ما هو مش معقولة يكونوا لسه متعقدين من يومين ويخشوا النهاردة لا ليه يخشوا الكلام ده لو هم بيلعبوش بقالهم فتقولك اه لسه يسخنوا ويخشهم لكن هم كانوا في مستوى كويس اوي ولسه لعبين اخر اسبوع مع اندياتهم الجزيري مع المقاولين والمرور الحمدي مع المقاصة فخليهم يا عم على احتياطي انت يعني ازا نقتلهم النهاردة ما لقيتهمش فاطريت تدفع بالمهاجم الوحيد اللي عندك اللي هو الناشئ اللي هو أسامة فيصل وما اسعفكش اوي فالحقيقة انه ادارة باتشيكو كمان للمباراة النهاردة ما كانتش فيها الرغبة الحقيقية في الفوز وكان فيه استسهال واطمئنان ان الفوز حيجي في اي وقت واللي يستسهل الفوز الفوز يستصعبه اللي يستسهل الفوز الفوز يستصعبه اللي يدي ظهره للكرة وما يحترمهاش الكرة كمان ما تحترموش والنهاردة النهاردة التلات نقط راحوا للفرق اللي استقتلت عشانهم استقتلت عشان تنجوا بالمباراة طبعا المحلة ما كانتش تحلم اقصى 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 يا ملا التعادل فعشان هم استقتلوا ولعبوا بروح والزمالك استحتر شوية في الفينيش وفي ايضان الفرص ربنا كافئ المكتهد مليون مبروك لنادي المحلة وهارض لك لنادي الزمالك والحقيقة هذه المرة والله انا بقولها من قلبي انا متعاطف مع جمهين الزمالك لان ده فصل بايخ انا متعاطف جدا مع جمهين الزمالك لان ده فصل بايخ ما لش لازمة ما اقولك الاجواء كلها مهيئة ان انا لوحدي وقاعده يعني متصدر لا تكلمني جملة الانشايرة اللي جمهور الناديين بيحفلوا بيها على بعض فالزمالك فعلا عم متصدر لا تكلمني وهو متصدر دلوقتي يكمل تصدره وكل عاي ما حدش يقول لي بقى في الزمالك كان مركز مثلا في ماتش الدحيل او في ماتش مال ايه علاقة زمالك بالليلة دي فارجو ان الزمالك يمطل الفصول اللي مش لطيفة دي اللي بيعملها مع جماهين وخصوصا لما يكون امكانياته ومستوى واداءه هذا الموسم يسمح له بالمنافسة الجدى الحقيقية على الدوري وده حيفدنا كلنا لان المنافسة الحلو ومبيد الاهلي والزمالك بس الاهلي والزمالك بس هو اللي يصنع دوري حلو وسخن وممتع كلامنا واضح اهو الهدف اللي احرزه مصطفى محمد من ضرب الجزاء طيب تمام السلام ممتاز ضرب الجزاء درب الجزاء ان شاء الله يكون جايب جن من ايه طبعا ما هم ادهالوا عشان يدولوا السقة ويدخلوه في الفرقة بسرعة فدي حاجة حلوة دي حاجة حلوة فعلا جارة السراي اللي لابس الاورنج ده والهدف التالت اللي احرزه مصطفى محمد اهو بداية ولا اروع مبروك يا مصطفى وان شاء الله يادرش تتقلق وتتفوق وكل ده كمان اضافة الكرة المصرية وعايزين عشرة زي محمد صلاح كمان